السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بك يا صديقي متابع في مناقشة الحلقة الثانية من House of the Dragon آل التنين خلينا نبدأ في المناقشة في الشيء يلي كان من المفترض يكون موجود في الحلقة الأولى ولكن تم تأجيله للحلقة الثانية وأكيدا بنحكي عن الانترو أو المشهد الافتتاحي للمسلسل أول ما تتفرج على انترو House of the Dragon ثورا رح يتبادر لزهنك الانترو الخاص في Game of Thrones من الكثير من النواحي هذا الشيء اللي بالنسبة لي ما كان موفق أبدا أبدا لعدة أسباب أول شيء الصراع يلي كان موجود في Game of Thrones هو صراع ما بين العوائل ولكن الصراع اللي رح نشوفه في House of the Dragon هو الصراع ما بين التارجيريانز هو حرب أهلية ما بين التارجيريانز هذا أول اختلاف ما بين المسلسلين بيخليني فررا أفكر في انترو مختلف ما بين هذا المسلسل وهذا المسلسل الاختلاف الثاني هو المسيئة المستخدمة في الانترو مسيئة Game of Thrones وهو في نقطة جدا مهمة لازم أتوقع كل الناس على الكرة الأرضية بتتفق معي فيها أن المسيئة ما هي طبيعية أبدا من أجمل الأشياء الممكن تسمعها اختلافنا وكلامنا هون ليس على المسيئة ذات نفسها إنما استعمالها في الانترو الخاص بـ House of the Dragon أنا اليوم وقت أسمع مسيئة انترو House of the Dragon رح يروح لبالي فورا Game of Thrones للأشياء اللي عشت بGame of Thrones هذا الشيء اللي أنا ما كتير بحب ذو لأنه اليوم عبدتفرج على House of the Dragon بالقصة المختلفة في العالم المختلف في الصراع المختلف اللي موجود فيه فكتبة منا يكون في عندي مسيئة من إنسان أساسا مبدع قادر على أنه يعمل لك مسيئة خاصة فقط في الانترو بتبع المسلسل أو يستخدم مسيئة التارجيريانز في الانترو هذا الشيء كان كفيل أنه أنا أشوف فعليا شيء مختلف شيء أتعلق فيه هون هلأ الاختلاف الواضح ما بين الانترو الخاص في Game of Thrones والانترو الخاص في House of the Dragon أنه فعليا الخطر والأشياء اللي بتوحي في الخطر هو الشتاء القادم هو النايت كينغ والأحداث اللي صارت بحيث الانترو بوحي على جو البرودة وجو الشتاء والأخره في Game of Thrones ولكن موقع تطلع على House of the Dragon رح تشوف أنه الخطر اللي موجود هو دماء التارجيريانز الدماء اللي عب تروح كلها على ويسترس هاي الدماء اللي رح تسفك ما بين التارجيريانز ذات نفسهم تقييم الكامل للانترو خمسة من عشرة حبيت فكرة أنه الدماء يلي طالع من التارجيريان لكل ويسترس هي فعليا طاغية على التريلر ولكن أوجه التشابه اللي موجودة مع الانترو الخاص بGame of Thrones خلتني صراحة أنقص كتير وكنت أنا متأمل في الانترو أكتر من هيك هلا بقى من دون أي تأخير خلينا نبدأ في أحداث الحلقة تبدأ الحلقة يا صديق المتابع في المجلس الأصغر هننا نوعب بنقشوا بعض الأمور ودخول فيلاريون عليهم وبيقلهم أن أنا بقترح عليكم هجوم على المدن الحرة هذا الهجوم ردا على القراصين فعليا يلي تم تمويل من المدن الحرة وسكان المدن الحرة لحتى يهجموا على الأسطول تبع فيلاريون ولكن فيسيريس بيطلع هيك ويقول له أنا ما بحسن بعمل أي حرب ما بيناتنا وما بين فعليا المدن الحرة لأنه من زماناته ولا أبدا صار حرب ما بين الممالك وما بين المدن الحرة وأنا ما بدي أكون أول إنسان أو ما بدي نعمل هذا الشيء أساسا أنه نعمل حرب ما بيناتنا وما بينات المدن الحرة طبعا هون في سيريس في العقل الحكيم والعقل السياسي اللي عنده بيقول انه نحن ممكن نحكي معهم ونتفق مابيناتنا ونحل هذا الموضوع هون رينارا بتكونها تتسمى عليهم لحتى تحكي وتقول انه نحن عندنا تنانين نحن بنحسن ناخد تنانيننا نعمل استعراض قوة ونفرجيهم ايش يعني تنانين واش يعني تاني مرة اتحرموا وتعملوا شغلة علينا ولكن في سيريس بيطلع عليها وبيقولها انه روحي بدك تختاري انت احد الحراس الملكيين انت مالك علاقة في هذا الموضوع هذا الموضوع اللي صار هون رح نشوفه فعليا تقريبا في التلت الثاني من الحلقة في مشهد معين مرتبط بهذا المشهد رح نحكي عليه بعد شوي ولكن هناك رينارا بتقترع انه نحجهم بالتنانين انه احنا عندنا تنانين ممكن نستعرض دهوتنا فيهم ولكن في سيريس بيفضل انه هو يحل الموضوع بطريقة سلمية بطريقة الحقيقة طبعا هون رينارا بتحمل حاله وبتروح لتختار الحراس الملكي الجديد وبيوقع الاختيار على كريستان كول طبعا تم اختياره بناءا على انه هو مشارك بحرب هذا الشيء اللي كان فعليا اساس في اختياره للانسان الجديد للحارس الجديد انه هو يكون مشارك في معركة انسان فعلا جندي يستطيع حماية الملك وحمايتي كريستان كول يا صديق المتابع رح يكون واحد من اهم شخصيات هو فعليا مقاتل يخدم في الحارس الملكي واللي هو فعليا من اصل دورني وبالسبب انه هو فعليا ابن غير شرعي فما عنده الحق ابدا في انتلاك الاراضي ولكن نعوض عن هذا الشيء بالسيف وبالخدمة تابعه وهو يعتبر من افضل مقاتلين في واستراس الروح لما اشهد البعضه ما بين شخصية فيسيرس وما بين اليسانت هذا الموضوع اللي حكينا عليه في توقعات الحلقة التانية بالمناسبة اذا عندك اي اهتمام في هذا الموضوع في توقعاته ما توقعاته هيك عمناهم الحلقة اسبوعية توقعات الحلقة القادمة فان شاء الله بعد يومين او ثلاثة رح يكون في حلقة توقع للحلقة الثالثة فاذا انتم مهتم في هذا الموضوع ياريت شترك تحت القناة في توقعات الحلقة التانية حكينا انه من الممكن تزيد مشاهد اليسانت مع فيسيرس هذا الشيء اللي رح يولد فعليا زواج مابيناتهم وفعلا هذا المشهد كان مشهد افتتاحي فعليا لبين منوصل للمشهد الأخير اللي موجود في الحلقة رح تحكي عليه بعد شوي ولكن مشاهد فيسيرس مع اليسانت كانت موجودة في هذه الحلقة كذا مشهد لبين موصلنا للنهاية منروح للمشهد البعض اللي يعتبر من أهم مشاهد هذه الحلقة مشهد ما بين رينيرا ما بين اليسانت في هذا المشهد رينيرا بتحكي جملة رح ينبنى عليها الكثير من الاشياء رينيرا بتطلع على اليسانت وبتقل انه فعليا لم يتم اختياري لأكون الوريثة انما تم استبعاد ديمون يعني فيسيرس بقى جاءال انه انا والله بدي الوريثة تكون رينيرا ما بدي يكون ديمون لا انا بقعدته لديمون كانت اولويتي ان انا بقعده لديمون بعدين طلعتك قدامي ما في فعليا غير رينيرا قدامي هي الوريثة فرحت اخترتها هذا الشيء عمل فجوة كتير كوية ما بينه وما بين فيسيرس فعليا هاي الفجوة اللي رح تكبر وتكبر وتكبر مع الأحداث القادمة وبالذات المشهد الأخير اللي بيصير وموضوع زواجه وإلى آخرية هذا الموضوع كان بداية من هون بداية انه فعليا فيه فجوة حقيقية ما بينه وما بين ابوه هذا الشيء اللي اكيد في قادم الحلقات رح تصير عدوية جميلة جدا ما بيناتهم وبنهاية تتاك المشهد رينيرا بتحكي كمان جملة مهمة بدلة لاليس انت انه انا فعليا عمري 15 سنة ولحد الان عم بيشوفوني كبنت صغيرة ما لقادر على التفكير في اشياء منها ممكن نتفيدهم طبعا هاي الافادة ومشهد وقت اللي بتقولها فيسيرس ونحن ممكن نعمل استعراض قوة عن طريقة تنهيين تابعنا هاي الجملة فعليا والاستفادة اللي ممكن ياخدوها من رينيرا رح تبلش فورا ونشوفها في نفس الحلقة في بعض كم مشهد تقريبا مع المشهد اللي كان مع ديون تارجيريان هذا الشيء اللي فعليا كمان بيحز بقلبها مثلي بقول لرينيرا انه هي فعالية قادرة على انه هن يستفيدوا منها ولكن لحد اللي نعب يشوفه كبنت صغيرة يخلص هذا المشهد ونروح لمشهد البعضه ما بين فيسيريس ما بين رينيس وما بين فيلاريون في ذلك المشهد فيلاريون بيقترح على فيسيريس انه تعال تزوج فعليا بنتي هذا الزواج رح يوحد ما بين العائلتين هذا الزواج رح يخلي فعليا صلة الوصل ما بين الفاليريان ما بين الاسطول الفاليري مع صلة الوصل ما بين دماء تنانين تارجيريان رح يقوي فعليا وجهة نظرنا رح يقوينا في الممالك رح يخلي الناس تخاف مننا ونتقدم عليهم خطوات كثيرة كثيرة وهذا الشيء اللي بيأكد عليه فيسيرس بعد مشهد أو مشهدين تقريبا مع شخصية رينيرو بيقل لي أنه أنا كملك واجب علي أني أنا فعليا أتزوج لأنه وحدة من الأشياء اللي كملك لازم أعمله أني أورث لازم يكون عندي ولاد لازم سلالة تبعيتي اتضل شغالي كملك هذا واحد من واجباتي فهذا الشيء اللي بيأكد عليه فيلاريون أنه تعالي تزوج حتى نوحد لعائلتين وإلى آخره طبعا هون لازم نذكر أنه بنته لفيلاريون عمره 12 سنة لسه يعني بعد سنتين من هذا الوقت لحتى يقدروا أنه هنين يجيبوا ولد أو يبلشوا يحاول أنه هنين يجيبوا ولد بحكمة أنه هي لسه صغيرة لازم توصل للأربعة سنة لحتى تبلش تحسن التوليد المشهد اللي باده مشوف أنه فيسيرس الحكيم عبيداوي له إصباته اللي انجرحت في الحلقة الماضية في المشهد ما بينه وما بين ديمون وقت اللي كان قاعد على العرش الحديدة وانجرحت إيده هذا المقطع حكيته في الحلقة السابقة لازم أرجع أأكد على هذا الموضوع أنه دلالة في وقت اللي ينجرح الملك من على العرش الحديدي وهذا الشيء شفناه صار مرتين في فيسيرس مرة جرح بظهره مرة جرح بإيده هاي دلالة في هذاك الوقت فعليا أنه إذا كان ملك قاعد على العرش الحديدي وانجرح إيده أو انجرح إجره وانجرح ظهره وانجرح بطنه وهلي هو بس نجرح وكأنه دلالة على أنه العرش الحديدي ما نرايد هذا الملك هذا الملك ضعيف هذا الملك ما لق على قدر المسئولية على قدر القوة أنه هو يقعد على العرش الحديدي هون في هاي النقطة جدا مهمة أنه فعليا العرش الحديدي ما نرايد في سيرس أو هذا الدلالة على ضعف شخصية في سيرس بالمقابل وقت اللي شفنا ديمون تارجيريان في الحلقة الأولى يقعد على العرش الحديدي ومرتاح ارتياح وكما جروسيها تقريبا على العرش الحديدي يعني كأنه العرش الحديدي ريهيده لديمون وكأنه ديمون شخصية قوية عرفان إش عبيبهم هذا المقطع داويش فعليا أصبعته لفيسيرس تارجيريان كان لازم أرجع أكد على هين النقطة نروح لمشهد البعض ما بين شخصية رينيس تارجيريان وما بين رينايرا تارجيريان من هذلك المشهد فيها نقطة جدا 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 مهمة ذاكرة الشخصية رينيس تارجيريان قالت لرينيرا أنه الرجال فعليا رح يحرقوا المملكة قبل ما فعليا يشوفوا ملكة قاعدة على العرش وكأنه رينيس تارغيريان عبتقل لرينيرا تارغيريان أنه أنت إيش ما عملتي وإيش ما سويته ما حد تعدي على العرش ما حد تكون الوريثة الشرعية أو أنت فعليا صلت الوريثة الشرعية ولكن ما حد تعدي على العرش رح يوصل وقت معين الرجال تقتل وتخرب وتحرق الدنيا كلها بس ما يشوفوا فعليا ملكة قاعدة على العرش هون رينيرا بتتحدقه وبتقال له رح أغير هذا النظام كله بس أعود على دارش في تحدي جدا جدا جميل مباناتهم منروح بها يا صديق المتابعة لواحد من أجمل المشاهد اللي كانت موجودة في الحلقة الاجتماع العاجل للشائل اللي عمله فعليا ديمون تارجيريان سرق بيضة اللي كان بيحرسها فعليا خمسين رجل سرقه دخل أخذ ما عنده أي مشاكل في الموضوع ولا حدا حس عليه على الإطلاق وبعت رسالة لفيتيريس بيقوله ما عبامه لأي شيء غلط أنا رح أهدي هاي البيضة لأبني ابني رح يكون عنده تنين موضوع جدا طبيعي ما عندك أي مشاكل معي في هذا الموضوع فيسيريس فعليا بعصب كتير وبيقرر يحمل حاله ويروح على دراجنستون ويواجهه لديمون وتخليه يخضع فعليا لمحاكمة علنية ولكن فعليا هايتاور بيطلع على فيسيريس وبيقوله واقف ما لك مضطرة تروح فعليا على دراجنستون وتواجهه لديمون لأنه رجال العباءات الذهبية كلها وقفة مع ديمون ديمون اللي فعليا نحتلها خليا نقولها دراجنستون أنا بروح محلك وأنا بحاول أحل هذا الموضوع وفعلا بيروح هايتاور ليواجه لديمون تارجيرين وبيقوله سلمنا البيضة من دون ما نعمل أي حرب رح تخليني استخدم العنف هو بيقوله رح تخليني استخدم العنف بيشوف أنه فعليا تنسحب السيوف سواء من رجال فعليا هايتاور أو من رجال ديمون تارجيرين وقت اللي بتنسحب السيوف بتشوف الدودة هاية وجاي الدودة وقفة فوق وهون فعليا بيطلع هيك هايتاور بيقول لحاله فعليا أنا في هاي اللحظة ما عندي قدر أو واجهة ديمون الرجال هون ما بتحسن تعمل أي شيء في وجه التنيني اللي موجود قدامي في هديك اللحظة بتعمل رح تارجيرين مع سيراكس دخول مفاجئ بتنزل على الجسر اللي موجودين فيه وبتروح احتجاه ديمون بتقوله خلينا نحل هذا الموضوع من دون ما نريق الدماء أنا جاي لهون أستعيد البيضة من دون ما فعليا ننزل أي نقطة دم هذا الشيء اللي فعليا بيطلع هيك ديمون عليها من دون ما يحكي ولا كلمة بتطلع عليه رينارا وبتقوله أنه أنت عقبتك الوحيدة مع العرش الحديدي هو أنا أنا فعليا الوريثة اللي اختارة فعليا أبوي بعض باستبعدك قتلني وانت بتصير الوريث الشرعي ولكن ديمون بقلبه بيقوله أنه أنا فعليا بحب بنت أخوي ما بحسن أفرط فيها فبيقرر أنه هو فعليا يتركه ويحمل حاله وينسحب لدراجونستون في المشهد قبل الأخير من الحلقة مشوف أنه فيسيريس بيقرر أنه هو يتزوج الكل قاعد فعليا في المجلس الأصغر عب بيستنوا قرروا لفيسيريس ومين رح يختار فعليا لا يتزوج هون طبعا فيلاريون بيكون قاعد عب بيستنى أن يختار بنته خلاص أنه الموضوع صار واضح أنه في مشهد من المشاهد الحلقة بيكون فعليا فيسيريس عب بيمشي مع بنته لفيلاريون ووضع طبيعي وكأنه اتفعوا على هذا الموضوع بعد كل الكلام يلي صار وتوحيد العوائل مع بعضهم وفعليا الأسطول الفاليري وتوحيده مع دم التنانين كان فيلاريون قاعد ومرتاح أنه رح يختار بنتي ولكن بنفس الوقت بيقوم فعليا فيسيريس تارجيرين وبيختار أليسنت هذا الاختيار اللي رح يغير الكثير بل الكثير بل الكثير من الأشياء هذا الاختيار رح يعمل عدة أشياء أول شي فعليا رينير تارجيرين رح تحقد على أليسنت رح تحقد على فيسيريس من الممكن تحمل حالة وتروح تتحالف مع ديمون ضد أبوه وضد أليسنت هذا الشيء اللي بتخلي كمان فيلاريون في نهاية الحلقة يحقد على فيسيريس ويحمل حالة ويروح يعمل صفقة كمان مع ديمون تارجيرين هذا الشيء أو هذا الحدث أو قراره في تزوج شخصية أليسنت رح يغير الكثير بل الكثير من الأشياء طبعا بنهاية الحلقة شخصية فيلاريون بيقوله لديمون تارجيرين وبينصحه أنك تحمل حالك وتروح على ستيب ستونز لتحل المشكل اللي صايرة هناك إذا عملت هذا الشيء الشيء اللي فعليا الملك لحد الآن ما حله إذا أنت حلته رح تزيد فعليا نقاطك قدام كل الناس رح يقولوا أنه ديمون تارجيرين حل النقطة يلي الملك لحد الآن ما قدر يحلها طبعا هي مشكلة الأسطول والقراسين اللي موجودة هناك الأشياء اللي عبت صغير هذا الشيء اللي ديمون تارجيرين وكأنه في الحلقة القادمة رح يقدم أنه يعمل الحلقة كانت جميلة جدا فيها كثير من النقاط والتقلبات في بعض الشخصيات والصراعات الجديدة اللي انفتحت شفنا شخصية رينيرس وفعليا حقدها على فيسيريس تارجيرين والأشياء اللي صارت ما بين شخص فيلاريون وفيسيريس ديمون وتطور للقصص في كثير من النقاط الجميلة جدا في هذه الحلقة اللي رح تفتحنا الكثير من الأشياء للحلقات القادمة هيا كانت مناقشتي للحلقة الثانية من مسلسل الآل تنين في نهاية الحلقة الصديق المتابع أتمنى أنك تكريب لي رأيك عن الانترو تبع house of the dragon عجبك ولا لا؟ وأكيد سعجبتك هاي الحلقة لا تسأل أنك تترك حلقة عليها تشترك تحت فقناة زمالك مشترك واستنى بعد يومين أو كلاة تقريبا رح تنزل حلقة توقعات للحلقة الثالثة هذا كان كل شيء عندي الفيديو اليوم سلام عليكم